يبدأ منتخبنا الوطني الشاب الذي توج بطلا لآسيا مهمته المونديالية في مدينة هاملتون النيوزلندية عندما يواجه المنتخب الكولومبي العنيد نحن عارفين منتخب كولومبيا فريق ليس سهل متابعينه من زمان الجهاز الفني عارف وشايف له أفلام وحاضر له مباريات العنابي خاض ميرانه الأخير على ملعب وياكاتو مسرح الموقعة الأولى بقيادة المدرب الأسباني سانشيز وكل الأسماء المختارة التي تسعى أن تكمل المسيرة الناجحة نحو الهدف المنشود طبعا منتخب كولومبيا منتخب قوي ماخد ثاني على جنوب أمريكا منتخب له هيبتا لها كباريتا منتخب لا عرف شي يسوي في الملعب إن شاء الله نحن جاهزين ندرب ما قصر شوفنا فيديوهات ومقاطعنا في منتخب كولومبيا عن كل اللاعب وأن يلعب بشأن مميزات اللاعب ونغاطة القوة عندهم ونغاطة الضعف نحن إن شاء الله نحاولنا نعدي مباراة جيدة ونحاولنا نفوز إن شاء الله معنويات مرتفعة وإصرار واضح لدى نجوم المنتخب على أن تكون البداية بشكل جميل كي تماهد طريق لمستقبل أجمل ودائما البداية مهمة إذا ما أراد العنابي مواصلة المشوار استعدادنا ويد قوي حق المباراة ومش حمد الله متفاعلين بالفريق بالشباب إن شاء الله قادرنا على الفوز على كولومبيا إذن جماهير تترقب الظهور الأول لمنتخب بلادها على أحر من الجمر وتمن النفس بأن يكون الأدعم على الموعد في مباراته الأولى أمام كولومبيا البداية دائما تكون مهمة في كل شيء والعنابي يبدو مستعدا لها فكل توفيق لنجوم منتخبنا الوطنية في إطلالته المونديالية الأولى مشعل شمري لقنوات الكأس من مدينة حاملتون النيوزلندية